موسيقى مساء الخير أستاذ في دراسات الشرق الأدنى ركزت معظم كتاباتي على التاريخ الفكري والسياسي والاجتماعي في الشرق الأوسط وبشكل خاص على الدول شبه الجزيرة العربية كتب مطولا عن الثقافتين وعن السياسات السعودية واليمنية وحركتين الوهابية والسلفية وجوانب العقيدة أيضا والشريعة الإسلاميتين برنارد هيكل مدير المعهد عبر الأقليمي للدراسات المعاصرة حول الشرق الأوسط وشمال الأفريقية وأسيا الوسطى في جامعة برينستون في أمريكا في سؤال مباشر دكتور برنارد أهلا وسهلا فيك معي في سؤال مباشر مرحبا شكرا استاذ خان دكتور خلينا أبدأ معك أنت مهتم كثير بالمملكة العربية السعودية والتحولات التي حاصلت فيها وكتبت في 2015 كتاب رؤى حول التغيير الاجتماعي والسعودي والاقتصادي المملكة العربية السعودية في مرحلة انتقالية وتكررت زياراتك للسعودية بشكل كبير يمكن خلال السنوات القليلة الماضية هذه الزيارات هل هي في إطار كتابي بحثي بحكم دراستك للمنطقة أم هناك أسباب أو مهام أخرى لا لا أنا أكاديمي وأنا على وشك من الانتهاء من كتاب جديد عن تاريخ المملكة تاريخ السياسي والثقافي في المملكة فلذلك أتردد دائما للمملكة لمقابلة شخصيات مختلفة وأصدقاء بالإضافة إلى زيارة المكتبات ودارة الملك عبد العزيز مثلا وبعض المكتبة الوطنية وبعض المكتبات في الجامعية فلا تردداتي كلها في مجال البحث العلمي والبحث الأكاديمي كتاب جديد عنيش؟ عن السعودية من أي ناحية دكتور؟ عن السعودية نعم عن تاريخ السعودية السياسي والثقافي والاجتماعي من الاجتماع العراقي للكويت يعني من تقريبا 1990 إلى اليوم وش يميزوا عن كتاب رؤى حول التغيير الاجتماعي والسياسي والاقتصادي للمملكة العربية السعودية في مرحلة انتقالية؟ في نفس الإطار ولا في جديد يعني؟ يعني أغلب الكتب التي كتبت عن تاريخ المملكة في العقود هذه الأخيرة كانت أكثرها يعني اهتماماتها إما موضوع الإسلام السياسي والإسلاميين أو الحركات الإسلامية والصحوة أو يعني ببحوث لها علاقة بالاقتصاد والنفط فأنا كتابي مختلف يعني ما هو عن لا عن الإسلامية أكيد الموضوع للصحوة داخل في الكتاب بس يعني أنا رؤيتي في تاريخ المملكة أوسع ويدخل مثلا مفكرين وطنيين بعض الناس يسمونهم الوطنجية بالإضافة إلى تاريخ الأسرة والعلاقات مع الدول المجاورة والسياسات الدولية منها أمريكا والصين فيعني أنا كتابي أوسع وما هو منحصر لا بالإسلام السياسي ولا بالوهابية ولا بالنفط يعني ده أوسع بكثير من ذلك ليش عن السعودية بتحديدا تكتب دكتور برنارد؟ أول شي يعني أنا عندي حب للبلد وهوس في البلد وتاريخ البلد لأنه بلد يعني مثير جدا من ناحية العلمية والثقافية وبعدين إضافة إلى ذلك لم تعطى السعودية حقها في الدراسات الأكاديمية والدراسات العلمية أغلب الكتب التي كتبت عن الشرق الأوسط أغلبها إما عن مصر أو عن سوريا أو عن لبنان والعراق مؤخرا بسبب الاشتياح الأمريكي للعراق فالمملكة يعني في بعض الكتب بس يعني المكتبة عن تاريخ المملكة صغيرة جدا يعني مقارنة بالدول الأخرى في الشرق الأوسط البعض يتهمك بأنه أنت منحاز للسعودية دكتور في كتاباتك وأنت جزء من حملة تسويق مقصودة للسعودية خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك في الدول الغربية بشكل عام مش رايك فيه الكلام دكتور لا أنا يعني أنا أولا أكاديمي وحاول بكتاباتي أن يكون موضوعي يعني في طرحي فعندي انتقاضات لبعض السياسات في بعض السياسات المملكة وعندي بعض يعني طرح بيمدح بعض السياسات كذلك يعني في المملكة أنا لست منحازن يعني الأولا لا لي علاقة بالدولة السعودية مالية أو بالدولة الأمريكية حتى يعني ما عندي أنا أكاديمي وبحف بحاول أن أنظر بموضوعية بس ما بخفي عنك أني بحب البلد وعندي أصدقاء في البلد وأتمنى يعني الخير للمملكة مثل ما أتمنى الخير يعني للمنطقة كلها وبالإضافة إلى ذلك أنا أمريكي يعني جنسياتي أمريكية ومصالح أمريكية مهمة بالنسبة لي وأرى أنه الاستقرار والإزدهار في العالم العربي بيصب بمصلحة أمريكا تحب اللي أحبك كمان يا دكتور خليلي أسألك أنت التقيت بالأمير محمد؟ محمد بن سلمان؟ نعم أكيد قابلت الأمير محمد وأمراء أخرى يعني عدة مرة وش اللي لفت نظرك في شخصية الأمير محمد بن سلمان في لقاءاتك معه دكتور؟ شخصية كاريزماتية يعني هو شخص أولا أول مرة قابلته ذكرني برئيس بيل كلينتون رئيس الأمريكي اللي هو يعني سياسي مخضرم عنده إمكانية أنه يحسس الشخص اللي بيتكلم معاه أنه مهم فهذه يعني خصلة مهمة عنده كاريزماتية بالإضافة إلى يعني طاقة يعني طاقة خارقة أو كبيرة جدا عندما يتكلم عن رؤيته للبلد والتغييرات في البلد أنا ما عندي في صراحة شك أنه هو اهتمامه بالبلد وطموحه للبلد يعني منبعه يعني عنده نية خالصة وصادقة أنه بده يحسن بلده بده يطور بلده وبده يدافع عن مصالح بلده كيف وجدت التغييرات اللي حصلت في السعودية دكتور من 2015 منذ الإعلان عن الرؤية إلى اليوم يعني ليك أنا بقولها دائما في أمريكا أنه لو في 2010 مثلا قلت لي أنه بتحصل التغييرات هذه التغييرات خاصة الاجتماعية اللي حصلت كنت بقول لك بال2010 أنه بتحصل حرب أهلية في البلد يعني هذه تغييرات كبيرة جدا ولكن والحمد لله يعني أنه ما حصل ما حصل عنف ما حصلت حرب أهلية البلد تطور وتغير دكتور قليني أذهب معك يمكن الآن إلى ما حصل مؤخرا في السعودية وفي المنطقة بشكل عام من تحولات سياسية مهمة خاصة الاتفاق السعودي الإيراني المصالحة مع بشار الأسد عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية الحالة اللي ممكن توصيفها بأنها تصفير للمشاكل معالجة أو تهدئة ربما لحالة التوتر الغلياني اللي كانت موجودة في المنطقة كنت تتصور مثلا أنه في يوم من الأيام تتفق السعودية مع إيران خلينا نقول يعني على الأقل في هذا التوقيت الآن هي مسألة المفاوضات أخذت وقت بين الطرفين لكن تتوقع أنه كانت تتم في هذا الوقت الآن أم لا أمن المفاجئة أنا نظرتي للمصالحة هذه الأخيرة هي أنه الأمر الأساسي بالنسبة للسعودية هو بناء البلد والرؤية رؤية 2030 ما ممكن أنه الأمير محمد والدولة السعودية تبني وتغير الاقتصاد البلد من دون ما يكون فيه أمن صحيح أمان والصواريخ هذه اللي تطلق من إيران وتطلق من اليمن وتهبط على السعودية يعني ما ممكن الواحد يبني بلد صحيح وأنت في حالة حرب إما مع إيران أو مع جماعة إيران في اليمن أو في غير دوء أو في العراق فمن المهم أنه يحصل أمان ويحصل أمن في البلد فاللي شفته أنه الأمير محمد حاول يدخل الصين على الخط في المفاولات مع الإيرانيين لتقليص أو لحصر إيران من القيام بهذه العمليات يعني وضع نوع من الإطار على الحركات الإيرانية في المنطقة هذه يعني فيها نوع من المغامرة يعني النظام الإيراني لم يتغير والأجلسات ونفس النظام وهل سيتغير؟ ولكن ربما مع تدخل الصين لا ربما مع تدخل الصين يمكن يغير يغير سياسات اهتجاه المملكة وش اللي ممكن تقدمه الصين حتى تقنع الإيرانيين بالتغير في مشروعها دكتور دولة تستولي على عدة عواصل معربية لا الصين لها دور كبير ايه أنا أسألك دكتور كيف ممكن الصين تقنع الإيرانيين؟ ايه أنا لا الصين أهم دولة بالنسبة لإيران من ناحية الاقتصادية الصين عندها عندها مشروع كبير في مد الخطوط والاتصالات إلى إيران اللي بيسموه البلتن رود فلها عندهم أثر كبير على القيادة الإيرانية بس بالأثر إلى وين دكتور ممكن يوصل؟ هل ممكن توقع تنازل تراجع مثلا من الإيرانيين في سوريا على سبيل المثال؟ في العراق؟ في اليمن؟ منشوف الآن يعني نحن الآن في تجربة في فترة تجربة تجربة تنشوف إذا الصين لها هذا الأثر ولا لا خلينا نشوف خلينا توقف معك أيضا أنا عند فاصل قصير دكتور برناد نعود بعده للمتابعة في سؤال مباشر أهلا بكم من جديد في سؤال مباشر ضيفي هو دكتور برناد هيكل أستاذ دراسات الشرق الأدنى هيكل أدكتور في الجزء الثاني من البرنامج سؤالي لك عن سوريا وعودتها الآن إلى مقعدها في جامعة الدول العربية ما الذي تغير؟ وما هي حسابات السعودية في عودتها برأيك يعني إلى جامعة الدول العربية وعودت العلاقات مع الرياض يعني أنا أعتقد أنه الرياض يعني الرياض تريد تهدئة المنطقة عموما تريد الاستقرار في المنطقة ربما عودت سوريا لها علاقة بالاتفاقية هذه الأخيرة مع إيران بين الرياض وطهران فربما يعني هذا تخمين مني أنه ربما إدخال سوريا في يعني عودت سوريا إلى المنطقة وإلى العالم العربي هو من ناحية أنه ربما إيران تضغط على الحوثيين في اليمن وتساعد في تقليص من وطأط وهيمنة الحوثيين خاصة الضربات هذه اللي كانوا يطلقونها على المملكة ما أعتقد أنه الرياض أو المملكة ستساعد سوريا اقتصادياً أو ستعطي أموال لإعادة بناء سوريا هذه كلها يعني إجراءات وإلها علاقة بالاستقرار وتهدئة المنطقة ما هي يعني أنه ما تغير أنه رؤية النظام رؤية النظام السوري في في الرياض لم يتغير هل هي معنية مثلاً نظام الإيراني معروف في الرياض تريد بالفعل إخراج إيران وميليشياتها في المنطقة من سوريا تحديداً هل يمن ضمن الشروط مثلاً لا ما أعتقد ما أعتقد أنه الإيران ستخرج جماعتها من سوريا أبداً هي هيمنت على البلد هذا وهيمنت على لبنان وهيمنت على العراق يعني والمهم بالنسبة للسعودية للمملكة هي اليمن والأردن يعني لبنان هي مشكلة لإسرائيل والغرب أكثر ما إنها مشكلة للسعودية نفس الشي سوريا بس هذه الفكرة ما تنسف أي محاولات من ناحية الاستقرارية للاتفاق أو للتصالح أو لإعادة العلاقات مع إيران ما زالت متمسكة بوجود ميليشياتها التي تأخدم مصالحها في هذه الدول دكتور والتي تتعارض أكيد مع مصالح السعودية ودول أخرى أكيد النظام الإيراني نظام ثوري يريد إخراج أمريكا من المنطقة يريد أن يهيمن على المنطقة فمن وجهة نظر السعودية هي أنه كيف تقلس أو كيف تحد من حركة إيران التي تريد أن تزعزع الوضع وتهيمن على المنطقة ما هو الموقف مع أمريكا؟ أمريكا يمكن على مضض تقبلت مسألة الاتفاق السعودي الإيراني ولا تريد بالتأكيد أن يكون للصين أي دور في المنطقة لا من خلال هذه الوساطة ولا من خلال أيضا حضورها في الخليج وتعلم أنه يمكن بعد ما حصل أرسلت مباشرة أن أمريكا غواصة نووية إلى منطقة الخليج في رسالة فهمت على أكثر من شكل يعني خلال الفترة الماضية إلى أي مدى هذا التحرك السعودي أضر بالعلاقات بين الرياض وواشنطن؟ أول شيء العلاقات بين الرياض وواشنطن يعني ما هي كويسة يعني فيه توتر في العلاقة خاصة مع الحزب الديمقراطي والرئيس بايدن فمعاملة الرئيس بايدن للسعودية الكلام اللي قاله الطريقة اللي بيتكلم فيها عن السعودية وحتى سياساته اتجاه السعودية وهي طلب من السعودية أن الإنتاج النفط يزيد عندما يريد أن يخفض من سعره إما لضرب ومحاربة روسيا أو لتحسين الوضع الاقتصادي في أمريكا لكي يفوز في الانتخابات في أمريكا يعني علاقته بالسعودية ما هي علاقة ندية بل فيها نوع من الاستعلاء فيها نوع من تجاه المملكة وبالإضافة إلى ذلك إن كان بايدن أو قبله ترامب يعني علاقتهم بالسعودية تجاه الأمن القومي السعودي ما هو يعني ما في ضمانات عندما ضربت إيران مثلا في سبتمبر 2019 المنشآت النفطية في السعودية لم يأتي ترامب ويدافع عن السعودية نفس الشيء يعني نفس الشيء مع بايدن يعني ما فيها الضمانات فمن الواقعي ومن المنطقي أن السعودية عندما تواجه أو تواجه حالة أن الحليف الأمريكي لم يأتي ولم يدافع وكذا أنه يوسع علاقاته استراتيجية مع دول أخرى منها الصين منها بريطانيا منها فرنسا منها روسيا أنت في مقابلة كنت جرتها في ثمانية تقول مثلا عن الصحوة نظرت إلى أنها لها جانب سياسي مهم وأن السبب الرئيسي في انتشار الفكر الصحوي في المنطقة وفي السعودية تحديدا ما حصل بعد الحرب العالمية الثانية من التقاء مصالح بين البلدين وكان لمواجهة الفكر الشيوعي والاتحاد السوفيتي بعد الحرب العالمية الثانية وانتصر في مواجهتهم وفي تدمير ربما أو نيار الاتحاد السوفيتي ما حصل في التسعينيات في الواحد تسعين اثنين تسعين هذا ما قلته دكتور بالتالي بهذا الشكل هل خاصة ونحن ننظر اليوم ما يحصل في العالم من حرب روسية أوكرانية داخل فيها امريكا بقوة من خلال ما تقدم من دعم على كل المستويات والغرب بشكل عام هل ستكون السعودية امريكا يعني سعيدة اليوم لو ما حصلت مثل هذه التغيرات ببقاء مثل هذه الافكار المتشددة موجودة بنفس الاسلوب بنفس السيناريو تتعامل مع روسيا مثلا او سين لا لانه في فرق هائل بين الحرب الباردة اثناء الحرب الباردة الخطر الشيوعي اليساري على امريكا وعلى المملكة كان واحد يعني كان خطر واحد كان فيه فيه التقاء في المصالح يعني بين بين المملكة وبين امريكا واضافة الى ذلك دول اخرى مثل باكستان مثلا الان الان العداء الامريكي الروسي ما في ما في ايديولوجية يعني ما في ما هو خطر مثل الخطر الماركسي او الخطر الشيوعي العداء بين امريكا وبين الصين كمان ما له علاقة بالاديولوجيا هو هو يعني هو صراع على هيمنة اقتصادية هيمنة في العالم فالسعودية لم تجد تقاطع مصالح ايديولوجية مع الولايات المتحدة في عداءها للصين او في عداءها للروس ممتاز فالمملكة مثل دول اخرى يعني مثل حتى الهند تحاول ان تبقى على حياد من هذا الصراع وان تستغل الفرص الموجودة في هذا الصراع لبناء او لابقاء علاقات مع الطرفين ممتاز دكتور بس فالمملكة مثلا علاقاتها الاقتصادية اكثرها مع الصين صحيح ولكن علاقتها استراتيجية والعسكرية مع الغرب فتحاول ان تبقي الطرفين اصدقاء لها عبارة النظام العالم الجديد تتكرر على لسان اكثر من مسؤول في كل انحاء العالم دكتور الصين تتحدث عن نظام عالمي جديد تلعب فيه دورا مهما يعني تتحدث عن تعددية قطبية او ثناية قطبية كذلك بوتين في موسكو يتحدث عن وجوب تغير هذا النظام او العالم من مصالح البلدية هناك كذلك نظرة من الهند كقوة صاعدة نظرة من الدول اخرى يعني لكن بايدن له نظرة ربما اجتمع من خلاله في في مارس 2022 دكتور اذا كنت تتذكر هذا التاريخ في لقاء كان شهيرا اعتقد في مائدة مستديرة جمع فيها قادة جنرال موترز ابل امازون قال فيها ان الان هو وقت تتحول فيه الامور نحن نتجه الى ذلك سيكون هناك نظام عالمي جديد وعلينا ان نتولى قيادته وخلال ذلك علينا ان نوحد بقية العالم الحرم ما هو النظام العالمي الجديد من مفهوم امريكا وبايدن تحديدا والى اي مدى هذا النظام يمكن ان يتفق او يتقاطع او يتعارض مع مصالع الدول الاخرى نتحدث عن السعودية تحديدا بالمنطقة من وجهة نظري نعم في امريكا شوف في امريكا في طرفين في القيادة الفكرية والقيادة السياسية في طرف وهو المهيمن للأسف الآن يريد عداء او يخلق عدو من الصين يعني ان يعيد ان يعيد تاريخ الحرب الباردة وان يبدل الاتحاد السوفيتي بالصين ان الصين هو الان العدو الكبير ولازم ان كل طاقات امريكا العسكرية والاستراتيجية والاديولوجية كلها ان تتجه لعداء الصين او لمعاداة الصين انا ارى خطر كبير في هذا الفكر وفي هذا المنحة والاتجاه اولا الصين علاقتها بامريكا مختلفة عن ايام الاتحاد السوفيتي لانه فيه علاقات اقتصادية يعني كبيرة بين الطرفين ومن الصعب جدا انه خلق الشرخ هذا بين البلدين اضافة ولكن في نفس الوقت هذا يصب في مصالح كبيرة امريكية ان كانت في مصالح عسكرية مصالح الصناعية الى اخره بايدن من محبذي هذا الفكر العدائي تجاه الصين ترامب لم يكن كذلك يعني فيه عداء تجاه الصين ولكن فيه كمان ممكن انه يتعامل معها فانا ارى انه المملكة والدول الاخرى مثل لكن اعنف سلوك امريكي كان في مواجهة الصين كان في عهد ترامب بالقوانين بالحرب التجارية بغيرها من الامور دكتور وليس كذلك كان فيه صحيح لانه شاف ان الصين كانت بتاخد كل العمالة يعني كل الوظائف من امريكا الى الصين بس لكن عداءه كان عداء اقتصادي ما هو عداء ايديولوجي يعني هو ما عنده عداء تجاه الصين لأسباب ايديولوجية اوكي او عسكرية هو يريد ان يعيد كل الوظائف هذه اللي راحت الى الصين ويعيدها الى امريكا مصلحة السعودية تقول انها تعددية قطبية دكتور تكون فيها امريكا والصين وروسيا وغيرها من الدول هو يعني هو بايدن التعددية القطبية عنده انه في دول في عالم ديمقراطي وفي عالم استبدادي استبدادي عالم يعني اوتوكراطي هما يسمونه هذا يعني هذا التفسير للعالم يعني ما هو قائم على واقع لانه في دول مثل ننقول تركيا او الهند هي شبه استبدادية ولكن هي حليفة امريكا فيعني التصوير هذا للعالم يعني تبسيط جدا لمصالح امريكا وما بيختم مصالح امريكا وفي دول مثل مثل المملكة مثلا ما عليهم ان يختاروا بين الصين وامريكا يريدون ان يكون لهم علاقة مع البلدين ومش بس المملكة يعني في دول اخرى حتى في اسرائيل في مصر في تركيا في الهند ففرض المنظومة هذه منظومة انه الصين هو العدو الاول والاخير انا اعتقد انه خطر جدا على امريكا وعلى العالم سؤالي لك حول السودان دكتور في الوقت الذي بدأنا نشعر فيه بحالة من التهدئة في المنطقة بعد المصالحات اللي جرت اشتعلت السودان بشكل مفاجئ مع انه من كان يتحكم في كل المسارات خلال بالسودان المتعزمة اصلا يعني هي الولايات المتحدة والرباعية الدولية يعني بشكل كبير وكانت تستطيع بالفعل ان تتعامل مع البرهان ممثلة للجيش مع القوى السياسية المدنية وكذلك مع حمد طرفي الصراع يعني فبالتالي هل من مصلحة امريكية في اشعال الوضع في السودان في المنطقة لا لا اعتقد انا بصراحة انا ارى انه مصلحة امريكا هي قريبة جدا من مصلحة المملكة وهي انه تهدئة المنطقة وعدم اشعال الحروب في المنطقة وحتى بصراحة هو نفس هذه كمان مصلحة الصين يعني الصين تريد ان النفط من الخليج ان يأتي اليها بسهولة ومن دون اي حروب او مشاكل وكذا فانا ارى انه فيه تقاطع بصراحة بالمصالح بين امريكا وبين المملكة اكيد يعني في موضوع السودان وفي المنطقة عموما وهو الاستقرار وعدم اشعال الحروب وارى انه اضافة الى ذلك انه الصين في المنطقة بخلاف مثلا تايوان موضوع تايوان هنا لا تقاطع في المصالح ولكن في المنطقة فيه تقاطع بين مصالح امريكا والصين واضح وهو الاستقرار وتقليص من كل القوى والدول التي تريد ان تزعزع الحالة الامنية في المنطقة ومنها اكيد ايران ان شاء الله نشوفك قريب في الرياض دكتور برنات شكرا جزيلا لك على تواجدك معي في سؤال موبا ان شاء الله شكرا عزيزي برنات هيك الاستاذ دراسات الشرق الادنى دائما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر فيسبوك ويوتيوب ومشاهدة هذه الحلقة والاستماع اليها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة